أوضح رئيس مدلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم الدولة للقهرباء خلال عام واحد وصل إلى 90 مليار دونيها وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن وزارة القهرباء تحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة مع زيادة التكلفة على الدولة موضحا أن تكلفة الكيلوات الساعة أصبحت 277 قرشا وقبل ذلك كان أقل بكثير آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط 90 مليار جنيه لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار مقابل من السم Ly